بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكلم النهاردة ان شاء الله على الجزء الاخير في شابطر الوحدات وفي الجزء ده هنتكلم احنا كنا تكلمنا على ان الزوايا تقاسية اما بالريديان اللي هو النظام الدائري باللغة العربية او الدجري اللي هي درجاته دعائي وسواني او النظام الستيني او النظام الاخير اللي هي الجريديانت او الجان سيستيم طيب هنتعلم كمان ازاي نحول من اي نظام الى انظام فهنا بنقول والله اذا كان واحد على اربعة وعشرين هي باي على اتناشر هي خمستاشر درجة هي ستاشر والتين على تلاتة جان ده جدول في معظم الزوايا بالقيم المناظرة في الوحدات المختلفة ولكن احنا هنتعلم ازاي نحسب هنتعلم كمان ازاي نحسب طول اي خوص طول اي خوص هو عبارة عن حاصل لو افترضت عندي قوص زي القوص ده كده طول القوص ده لو افترضت انه هو اس اس هو حاصل ضرب نص قطر المنحنة او نص قطر الدائرة في قيمة الزاوية المركزية المقابلة للقوص دوت ولكن بالتقدير الدائري يعني اس تساوي ار في سيتا انريديانس ده طول القوص طيب لو انا جيت للمعادلة دية وقلت انا هعوض عن ارب الوحدة هاخد نص القطر يساوي واحد ده معنى ايه ده معنى ارب واحد المحيض الضربي هتبقى اس تساوي واحد في سيتا انريديانس ومنها تطلع اس تساوي سيتا انريديانس اللي هي طول القوص يساوي قيمة الزاوية المركزية لهذا القوص ولكن بالتقدير الدائري حتى هو هنا كاتب فورا سيركل ريدياس آر ان سنترال انجل سيتا انستيب هيا هنا هيقول لي سيتا ريديان ميجرد اوف سيتا يعني سيتا لازم تكون مقاسة بالتقدير الدائري طيب لو جينا اجيب القوص اللي هو المقابل للزاوية ميتين واربعين درجة ديات طول القوص هنا في الحالة دي اس تساوي ايه؟ تساوي ايه؟ تساوي ايه؟ تساوي ايه؟ تساوي ايه؟ تساوي ايه؟ مضروبة في سيتا ولكن ده بالتقدير الستيني اروح قاسم على تلتمائة وستين وضارب فيه اتنين باي ده يحول لي الزاوية من تقدير ستيني الى تقدير دائري يعني معنى كده اس تساوي ار مضروبة في سيتا الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها المية وتمانين مضروبة فيه باي على مية وتمانين باي تقريبا تلاتة واربعتاشر من مية القيمة التقريبية بتاعت فده لو جيت دربة الكلام ده هيطلع لي قيمة اس بتساوي حوالي ستاشر وسبعة انش ده لو حولناها بالبوص طيب هناخد بقى تطبيقات الكلام ده ايه اللينيار والانجلر سبيد اللي هي السرعة والمسافة المقابلة لي اللينيار سبيد المسافة الخطية بتساوي الارك لينس على الطايم الطول بيساوي الارك لينس على الطايم ده بيساوي اس على تي الارك لينس احنا اتفقنا اللي هو الاس اللي هو طول القوس على تي الزمن المقطوع ده يديني السرعة ومن هنا قدر اقول بردن الانجلر سبيد اللي هي سيتا بقى دي بتساوي الانجل على الطايم الانجل اللي هي سيتا على الطايم دا يديني السرعة الزاوية يبقى أنا في الحالة دي أقدر أجيب السرعة الخطية بإني بأسم طول القوس على الزمن المقطوع أو إن أجيب السرعة الزاوية إن أنا بأسم قيمة الزاوية المركزية على الزمن اللي خطعته المركبة لغاية لما تخلص الزاوية دا application ثانية sector of circle يعني لو عندي الدايرة دا وعندي الجزء المظلل بلون الموف دا الarea بتاعته تسوي إيه؟ أنا أعرف إن الarea بتاعة الدايرة كلها تسوي إيه؟ الarea بتاعة الدايرة كلها by r square يبقى الarea دي نصف r تربيع في سيتا حيث سيتا هي الزاوية المركزية المقابلة لي دا يديني مساحة الجزئية دي شكرا 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 شكرا